رؤية استراتيجية واضحة من القيادة السياسية لدعم العمال على المستويات كافة من خلال برامج غير مسبوقة وتوجيهات متواصلة بتحسين أجور العمال مع توفير برامج الحماية الاجتماعية التي تحميهم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بالتوازي مع تأهيل وتدريب العمال بهدف مواكبة التطور في سوق العمل والبداية في ذلك كانت من النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات واستفاد منها العمال بما وفرته مشروعات الجمهورية الجديدة من ملايين فرص العمل لتساهم بذلك في خفض معدلات البطالة وفي طريقها لتحقيق المستهدفات ودعم العمال تعمل الدولة على دراسة احتياجات سوق العمل حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتعاون مع منظمة العمل الدولية كما تم تشغيل أكثر من 17 ألف عامل خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضي وحتى الآن من خلال نشرات وملتقيات التوظيف أما على الصعيد المهني تنتهج مصر خطة لتوقيع البروتوكولات مع الشركاء في الداخل والخارج لتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة طبقا للمعايير الدولية والسعي كذلك لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها وبها جائحة كورونا لم تمنع الدولة من مواصلة مسيرة دعم العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح اجتماعية لأكثر من 430 ألف عامل غير منتظم بقيمة أكثر من 215 مليون جنيه في الصياق ذاته تم استخراج أكثر من 253 ألف بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة خلال العام الجاري في إطار دعم العمالة المصرية بالخارج تمتلك مصر تسعة مكاتب تنثيل عمالية بالخارج تستهدف حماية ورعاية نحو 5 ملايين مواطن مصري الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا استنفرت الدولة للتدخل عبر تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه أما على المستوى التشريعي فتتواصل عملية استكمال منقشة مشروع قانون العمل في البرلمان للتوصل إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام تؤكد مصر من خلال إجراءتها المتنوعة قيمة ودور العمال الوطنيين في بذل التضحيات ومواصلة العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي